بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة العلامة شيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة معنا شارحا لهذه الدروس فضيلة الشيخ العلام الصالح ابن فوزان الفوزان عضو هياته كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإبتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحتي ونشكر له وتفضله بشرح هذا الدرس فأهلا ومرحبا الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم الشيخ صالح الكثير من الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الدروس في بدايتها رأوا نطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة ونستأذنكم أولا بما ورد من أسئلتهم حول الدرسين السابقين هذا الأخ يقول فيما شرحتم نريد وقفة قصيرة مع قوله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد بالزينة هنا ستر العورة وما زاد عن ذلك من التجمل فإنه مطلوب عند كل مسجد أي عند كل صلاة ودل على أجوب ستر العورة في الصلاة وذلك شرط من شروط صحتها كما ذكر العلماء رحمهم الله نعم شيخ صالح بعض الناس يتنحنع ذا دخل والإمام راك حتى ينتظره الإمام هل هذا العمل صحيح وهل يبطل صلاة الإمام هذا العمل غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو في رواية فأتموا هو التنحنح هذا ليس من السكينة فل هو يشوش على المصلين مع أنه منافر للسكينة فهو يشوش أيضا على المصلين فيجب ترك ذلك بعضهم يقول إن الله مع الصابرين يعني يشيرون للإمام أن يصبح وهذا أيضا لا أصل له تلاوة هذه الآية لا أصل له فهو من عمل الجهال فعلى المسلم أن يمشي وعليه السكينة والحمد لله فإذا أدرك الركع مع الإمام فليركع معه إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع فيطمئن ويقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق بالإمام نعم قول الفقهى شيخ صالح وله انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين نعم للإمام انتظار داخل إذا أحس بداخل مقبل على الصلاة فإنه لا يستعجل في الرافع من الركوع لأجل أن يعطي فرصة للقادم لأن يدرك الركوع هذا ما لم يشق ما لم يشق انتظاره للقادم على المأمومين فإن شق على المأمومين فالحاضر أولى من القادم نعم من أسئلة الإخوة والأخوات عن الدروس السابقة يا شيخ صالح ما يقضيه المسبوق ماذا يعتبر يا شيخ الصحيح أنه اعتبر آخر صلاته وما يدرك مع الإمام فإنه أول صلاته نعم عبارة وما فاتكم فأتموا نعم هذا الدليل على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته ولذلك أمره بالإتمام يعني إتمام الصلاة نعم شيخ صالح رجل يأتي من بيته على سيارته فإذا نزل جعل يدور حول المسجد حتى تكثر الخطوات ما رأيكم في هذا العمل لا أصل لهذا هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان إنما الخطوات المعتبرة هي التي توصله إلى المسجد نعم بالنسبة للعام يا شيخ إذا استحسن أمرا ففعله وتبين بأن هذا مبتدع لا أصل له هل يؤجر على هذه النية؟ لا يؤجر على هذا ولكنه لا يأثم لأنه لم يتعمد نعم وبالنسبة يا شيخ صالح للرجل عنده مسجد قريب وآخر بعيد بماذا يلحق من المساجد حتى تكثر الخطوات؟ صلي في المسجد القريب لأنه لو تجاوزه لا صار عند الناس شك في الإمام القريب ويظنون أنه ما تركه وذهب إلى البعيد إلا لأنه قد لاحظ على الإمام شيئا فهذا فيه مضر على الإمام القريب أنكر يا شيخ بعض المحدثين عبارة أسألك بحق السائلين حبذ لو علقتم على ذلك يا شيخ لا أعلم أن أحدا أنكرها وهي واردة لكن لو قال ما صحت أو نحو من ذلك أما الإنكار فلا ينكر هذا وحق السائلين هو الإجابة والإجابة يقول الله جل وعلا حق علينا نصر المؤمنين فهو حق أوجبه الله على نفسه ولم يجبه عليه أحد وحق السائلين أن يجيبهم والإجابة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نعم تحية المسجد ما حكمها شيخ صالح حكمها أنها سنة أنها سنة مؤكدة وهي من ذوات الأسباب وليست واجبة لأن العرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع ودل على أنه ليس هناك صلاة واجبة بأصل الشرع إلا الصلوات الخمس نعم شيخ لو حدثتم الإخوة والأخوات عن أبرز آداب المسجد يا شيخ المسجد يجنب الصبيان ويجنب المجانين ويجنب الروائح الكريهة كأكل البصل ونحوه ويجنب الأوساخ القادرات فطهر وينزه المسجد عن ذلك نعم حديث يا شيخ بين كل آذانين صلاة نعم يعني بين الآذان والإقامة لأن الإقامة آذان آذان بحضور الصلاة فما بينهما يستحب فيه صلاة نافلة نعم سؤلنا أيضا يا شيخ عن معنى صلاة الملائكة على منتظر الصلاة الصلاة من الملائكة لاستغفار وجاء في الحديث والملائكة تستغفر له إذا كان ينتظر الصلاة جلس ينتظر الصلاة في المسجد وهو في صلاة والملائكة تستغفر له هذا فضل عظيم نعم الضابط شيخ صالح حفظكم الله في قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة إذا خشي أن تفوته الركعة فإنه يقطع الصلاة النافلة أما إذا لم يخشي فوات الركعة فإنه يكمل النافلة ولكن يخففها نعم وبالنسبة للشيخ صالح إذا دخل المسجد قبل الفجر وأوتر بركعة واحدة هل تكفي عن التحية؟ لا ما تكفي عن التحية ما تكفي عن التحية يوتر فإذا فرغ من وتره يقوم ويؤدي تحية المسجد نعم شيخ الله يحفظك هل صحيح بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف؟ تحية الكعبة نعم تحية المسجد الحرام هو الصلاة كسائل المساجد أما تحية الكعبة المشرفة وهي الطواف نعم ما هي شيخ صالح الأمور المترتبة على حصول دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة والاستغفار له؟ فائدة عظيمة لأن الملائكة مستجابوا الدعوة فيستجيب الله دعاء الملائكة له واستغفارهم له نعم ضع الجهالة شيخنا الكريم يتضايقون إذا تأخر الإمام ويتلفتون ويغيب عن بالهم فضل انتظار الصلاة شيخ نعم الإمام إذا كان له عذر في التأخر فإنهم لا يجدون في ذلك مضايقه أو يملون لأنهم على خير لأنهم على خير وهم في صلاة هذا والإمام يراعي أحوال المأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه إذا رآهم بكر وبكر وإذا رآهم تأخر وأخر فالإمام يراعي أحوال المأمومين إلا إذا كان في هذا مشقة على الجالسين في المسجد فإن مراعاة الجالسين أولى من مراعاة القادمين نعم سيزاك الله خير شيخ من الأسئلة التي وردت من الإخوة والأخوات وبعثوا بها عن الدرس السابق الشيخ الحدث الأسغر الشيخ صالح في المسجد هل الحدث الأسغر في المسجد ممنوع؟ لا إذا كان ينتظر الصلاة فإنه ممنوع إذا كان أنه ما ينتظر الصلاة فإنه لا بأس بذلك بشرط أن لا يكون له أثر في المسجد أو على الحاضرين نعم نعم شيخنا الكريم بعض الفقهاء قال بأنه لا يجوز للمعتكف أن يحدث في المسجد وإذا أحدث وجب عليه المبادرة بالوضوء ما مستند هذا الرأي لهم؟ لا أصل له لا أصل له والإنسان بشر والذي يجلس في المسجد أو ينام في المسجد لا شك أنه يعرض له ما يعرض نعم هل يتابع يا شيخ المقيم مثل الأذان؟ نعم اللي قامها أذان فيتابع يتابع فيها وله الأجر في ذلك نعم أيضا يا شيخ صالح بعض الإخوة الحقيقة نبهنا على بعض الأسئلة عن الدرس السابق يقول نسمع بعض الناس يهمهم بأدعية وأذكار مثل أقامها الله وأدامها اللهم ارحم وقوفي بين يديك نويت أن أصلي صلاة الظهر نعمل بيان ذلك يا شيخ أما قوله نويت أن أصلي هذا بدعة ولا حاجة إلى أن تخبر الله عن نيتك الله يعلم ما في القلوب ويعلم النيات وما في الظمائر وهذا لم يرد أيها لم يرد أنه يقول اللهم إني نويت هذا لم يرد فيه دليل فهو مبتدأ ولا يجوز نعم تسوية الصفوف ما حكمها يا شيخ صالح واجب وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وسد الفرج وكان يأمرهم بتسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج ألا يدعو فروجات للشيطان بينهم فهذا من تمام الصلاة تسوية الصفوف جاء في الحديث أنه من تمام الصلاة نعم أخيرا في هذا الدرس وأشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوها ويدعونا للشيخ يقول بعض الآئمة صلوا صلاة مودع العبارة هل هي صحيحة يا شيخ؟ لا أعلم لها أصلاً على ألسنة الناس ورد في حديثه صلي صلاة مودع لأن الله قال له صلي للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مودع ولكن على أنها سنة وأنها تقال لا أعلم لذلك أصلاً نعم شكر الله لكم الشيخ صالح وأبشركم بأن الأمة والإخوة والأخوات يدعون لكم على شرحكم لهذه الدروس وخصوصاً فيما يتعلق بهذا الركن العظيم وهو الصلاة جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا الدرس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة أشكر فريق العمل من الزملاء الفنيين كما أشكر زميلي عبدالله المواش من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته